اشتركوا في القناة 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 ما يعني مفيش اهتمام بيها كافي من الدولة اعتقد ده تقديد جيد وان شاء الله هنكون بعد كده في مشاوير اخرى الى مثلا جنوب سيناء الى الوادي الجديد الى النوبة الفكرة انه نحن لما نقوى داخليا ونقوى مع بعض داخليا نستطيع بعد كده ان احنا يكون للا تواجد أجبر في العالم العربي ونسح الى ان يكون فكرة واحدة الصفت اموضوة عينăngية على مستوى الدول العربية ومستوى الشعوب العربية معاية وزيرتي الفكرة بس عمالتل جوالات في القهارة والملوفية وعقادينا في شلاتين وحلاب الفاتح الجاي بسين لبصيناواواواد جديد ان شاء الله التبه الدول العربي هلَ يكون هنا جوالات ؟ اكيد ان شاء الله احنا بنسح انه نق pathetic في الشهر القادم يكون في جول يكون على عقل III دول عربيات قد تكون من السعودية والغمارات والبحرين وممكن نضيف الكويت أيضاً إذا قدرنا نوفق المواعيد وأنا أعتقد أن هذا سيخدم هداف الحركة ونحن رايحين لهذه الدول بنقول لهم أولاً منشكرين على دعمكم وفقكم في مصر ونحن نفس الوقت نبلغهم رسالة أن مصر عزمة على تحقيق الديمقراطية الحقيقية وعلى الاستمرار في تطبيق قرطة المستقبل وأنهن كشعب خلاص اخترنا طريقنا وما عندناش أي تردد في هذا الطريق طب معلك حاك أنت رئيس حزب المؤتمر حالياً أمير عام الحركة بها تصفر المصر العربي طب إيه الفائل بالاتنين يعني حاكما ممكن تقديد الدور ده في الحزب يعني معاك حاك بس أنا يعني أنا ماشي بالمبدأ أن كل إنسان مصري ينوي رفع علم مصري في أي مكان أنا هروح أفكار أي حد في أي مكان في أي المنظمة في أي جهاز في أي حزب طالما أنه رفع علم مصر أنا معاه وأنا وقاب جنبي سواء أنا شخصياً أو أنا والحزب حالك الفكرة بتاعت زين السادات هو رئيس من الحركة الجات ومنين أو بالتنصيق مع حضلك وليل كانت حاجة هو أعرض عليك يعني فكرة النضموع مجدد إزاي لحضرتك لا لا هو الأقية كانت فكرته هو وأعرضها على الأقية يعني نعرف بعض من فترة وتعرف طبعاً نعرف لأنها خرجة عن الإطار السياسي التقليلي اللي هي الأحزاب وتعرف بقى تنفس الأحزاب وكذا دي فكرة أنا شاكم فيها يعني نوع من لمل الشمل وهجمع يعني أطراف الشعب المصري بطريقة فيها ثلاثة ومفهاش أي تحذب أو أي أفكار سياسية أو أي خلافات فأنا عجبتني من هذا المنطلق ورحبت طبعاً بيعرفتهم طبعاً أعرض عليها هذه الفكرة بغض النظر أنه رئيس حزب وزي ما قلت لحضرتك أنه أي واحد يعني بيسع إلى رفع عشاء أن مصر وعاد التكتيب بيس من الداخل أنا واقف جنبه وهقف جنبه طبعاً معي الوزير الحدي كنت عملت أجتماع أو مؤتمر في حزب المؤتمر ما أحضرتك بجدامة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال من حوالي شهر فات تقريباً كنا عايزين نعرف أن الاجتماع كان ساويه وأسفر عنه النتائج ديبات في الحزب دلوقتي أبداً نأخذ منهج جديد ومنهج أنه الناس بتدت تزهق من الحديث في السياسة والشعرات اللي هي يعني لن تقدم ولن تؤخر الناس مرحقة في مصر بعد ثلاث سنين من يعني بتحالة اضربات واعتصامات ومطالف فئوية وكل الحاجات نحن أعتقد أنه الحم الأساسي في الفترة القادمة هو الابتصاد ويجب أن نقل شوية الحديث عن السياسة لأن المصار السياسي ماشي وهو بس شوية وقته هيتم إنجازه ولكن من الآن أنت عندك مرحلة بقى الجهاد الأكبر اللي هي مرحلة بناء وتنمية في هذه الدولة أنت لازم تستعدين ننفعش أن أنت تتكلم في السياسة ويعني تنسى تماماً الاقتصاد وغموم الناس وخلق الوظائف للشباب وقضاء على البطالة وهي دي كل دي أسباب كانت تستمر فإحنا كحزب إحنا عندنا توجه دلوقتي أنه نقصص وقت أكبر ربود أكبر في الفترة القادمة لكل ما يتعلق بالاقتصاد وبدأنا فعلاً بالمؤتمر الاقتصادي اللي هنا عملناه أقتناعاً منا أيضاً أنه البطاعة الخاص ده مهم جداً أنه نشجع ولازم أن يتسكة رجال الأعمال في أنفسهم وصفة المجتمع فيهم وصفتهم هم في المجتمع لأنه البطاعة الخاص هو اللي يكون قادر على دفع العلاقات المتحاولة والتنمامة بالكتصادية في البلد وفي نفس الوقت مش مسؤولية الدولة أنها توجد فرص عمل الشباب بالعكس المشاريع الاستثمارية هي المسؤول الأول الدولة طبعاً يجب أن يكون عندها أيضاً توجهات لدعم الشباب وكل شيء ولكن الدقطاع الخاص هو المعني الأساسي بفكرة زيادة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات وأهتحت الفرصة للشباب أن يلاقوا وظائف مناسبة تكفل لهم مستقبل كريم طبعاً الوزيرة كنت ترحت وبردام الاتصادية ومشروع للتطوير الاتصادي ومتعطوه على بأس الوزا جرام الأسبوع أو حاجة كنت أريد أن أرى بس إيه البلخص بتاعه وأنه مفزا عنه إحنا برضو في نفس الإطار رغمنا أبنى سيد رئيس مجلس المجلس ونعتقد تماماً أن إحنا لازم يكون فيه مؤتمر دولي اقتصادي استثماري على غرار المنتدى اللي بيؤقت في سويسرا كل سنة منتدى دولوس لأن ده هو ده اللي من شأنه أنه يعني يوجه أنظر العالم إلى أن هذا السوق الجديد وهذه ومسر الجديدة فعلاً بتتقدم إلى الأمام هناوية تفتح يعني إمكانياتها من أجل روسيس مريني الأجانب والعرب فمن هنا جاءت الفكرة أيضاً إحنا عندنا بعض القضايا بنترحى على المجلس 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 بدون يعني عرف إبداء بدون إبداء أي يعني إحنا مش معارض إحنا مش هزب المعارض إحنا حزب المساعد يساعد المساعد يعني نتكلمنا معهم في موضوع مثلا الفحم في استعمال الفحم في التوقع الموضوع القادم هو موضوع مهم جداً جداً لكن حد شو أقبله منه موضوع صناعات الأدوية في مصر إحنا نويين مركز عليه تركيز شديد جداً لأن الأدوية على الوقت العالم دلوقتي يعني جزء من الاحتكار الدولي اللي بيشتخدم كسلاح لإخضاع الشعوب الأخرى فلازم إحنا كمان نستعد لهذا الموضوع وتكون الأمور أكثر يعني يعرف يكون فيه استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع أيضاً إحنا بنتكلم على موضوع سوق الأكبرات إن إحنا عادي نترى مبادرة إنه للأعلم العربي كله لأنه طبعاً تعالى من أساس مرات العربية في الخارج في أوروبا وإزاد هي بتصل بسوق الأكبرات حالي 60% فإحنا عايزين نكون إحنا أيضاً سوق مناسب أو جازب للأمور هم يتواجدوا في المصر نقدر نقول عليها إن بيتك الثاني يكون في مصر ده الهدف اللي احنا هزين نقوله في الفترة طب هكذا تكلمت عن مؤتمر هيعفض الحزب المؤتمر في شهر 5 اللي باي في شهر 6 يعني مؤتمر عالمي هل هي المحاور التي تضمن المؤتمر أو هتضع شخصية عامة من بره مؤسس من العرب ولا هيبقى عن طاق المصري أو المحلي لا 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 ده هيكون مطاق دولي هيكون مطاق دولي طبعاً مع معهم مصريين وعرب ولكن الأساس هيكون مطاق دولي هو الفكرة أن أنت يعني بعد تعرف الفلسافة شهر 6 أنها يكون تم انتخاب رئيس جديد خلاص في مصر وإحنا بنقول للمناس مصر مشتعدة مصر فيها استكتار مصر مفتوحة مصر متنتظركم ونقل ثلاثة أيام في شرم الشيخ فنعمل أيضاً دعاية لسياحة في مصر يعني هيبقى فيه متعدد الأهداف ومتعدد الدربات طب حكما ينفع شهود مع معالوزين العرابي وما نرسلوش سؤال عن خليج والدول العربية حالك دلوتي عايزين نعرف تقيمة للموقف القطري من انتجاه مصر فتا لفاتت وهل ممكن زي يقول بلغة البلدة عندي إن صلح حالهم؟ أعتقد إن نكمل الماضية كانت نقطة التحول في المنظومة العربية أو في النظام العربي وإحنا محتاجين نظام عربي جديد حقيقة يعني النظام العربي اللي هو تحركنا فيه منذ أزمة غزو العرب الكويت إلى الآن هو إثبت إن هو غير فعال ونظام سلبي ولا يستطيع أنه ينهض ويقابل التحديات اللي موجودة في العالم العربي وإنت محتاج النظام العربي جديد هذا النظام العربي جديد يجب أن يبدأ أول حاجة بالمصارحة وإيش فيه مجملات في العلاقات ولا أحضان وقبل والكلام ده المصارحة أعتقد دي تمت في الخمى العربية الأخيرة الخطوة الجاية إنه تلازم فعلا يكون فيه لجنة حكماء من الدول العربي تجلس معها على أعضاء البعض وتضع استراتيجية عربية جديدة خاصة بالعلاقات العربية العربية كيف يكون هناك حدود لتدخلك في شأن عربي أخر لا تبقاش الأمور مفضوحة كده ويكون دولة تتسعن فيها في الشأن بتاع الدولة العربية طب ورد القتل يمكن أن يبقاش لددخلات في الدول العربية بشكل خاص مصر ولا يستمر؟ لا يستمر للأسف لأنها هي قطر الموضوع ليس موضوع هي سيساسة وضعها واستراتيجية هي متبنيها ويتحاول تطبعها لا هي قطر على الأسف أداة لتطبيق سياسات معينة أو استراتيجية غربية طويلة الأمد خاصة بالمنطقة العربية تعالي سوفر بس يخن هي خاصة باستراتيجية غربية طويلة الأمد تتعلق بالمنطقة العربية فالقطر أداة فبالتالي ما تبقع منهم تغيير جزري في سياساتهم قد يكون مثلا فيه نعم من الانحصار شوية في الفترة القادمة ومحاولة استيعاب الهجم العربية ضد قطر فهمهم يتراجعوا إلى حد ما شوية لكن بعد كده هيستمروا في نفس السياساتهم نفس السياساتهم طب حكا حزب مؤتمر سؤال أخير معلك حزب مؤتمر بيدعم مين في الرئاسة؟ هل السيس أو صباحي أو هو؟ لا إحنا من أكتوبر الماضي وإحنا أعلننا إنه إذا رشح نفسه فريق أول أيام حكام البتاح السيسي يعني إذا دخل مسباق الرئاسة إحنا مؤيدين ودعمين له ومساعدين له فده موقفنا حتى الآن والحزب فعلا بيتحرك مفعالية كبيرة بدون ضجة وبدون جرية ونقول إحنا جبنا أمشها في كام ألف توكيل لا إحنا شغالين بسبات وبسياسة كده رزينة ووصفة وبنقدم له الدعم الكامل في المحافة الكثيرة همشكر في نهاية حوار معايا الوزير السفير محمد نوراوي همشكر اشتركوا في القناة